مشاركة دولية لاقت أصداء إيجابية اختتمتها سلطنة عمان بحلولها ضيفا مميزا على معرض سول الدولي للكتاب لاقت تفاعلا من الزائر الكوري في ثنايا ركن سلطنة عمان متصفحا لأكثر من 320 عنوانا مختارا من بستان الثقافة العمانية وتراثها الأصيل حظيت جبيع الفعاليات المنفذة باهتمام ومشاهدة عالية من قبل القارئ والمتابع في كوريا الجنوبية كذلك لمسنا اهتمام المواطن الكوري ورغبته في معرفة المزيد عن سلطنة عمان والتعرف على الثقافة والحضارة والرسالة العمانية في مثل هذه المعارض كذلك لمسنا اهتمام كبير من القارئ الكوري بمعرفة أو تساؤل عن كيفية زيادة هذا التواصل بين سلطنة عمان والقارئ الكوري في شتى المقالات خمسة أيام من الحضور الثقافي المتنوع الذي يتحدث عن المفردات الثقافية والثراء الأدبي والامتداد الحضاري أثر الزائرين لركن سلطنة عمان متعرفين على مجالات التعاون بين البلدين مع ختام مشاركة سلطنة عمان في معرض سيئول الدولي للكتاب نعتقد بأن مشاركة السلطنة أتت بثمارها المرجوة وهناك تفاعل من الجانب الكوري والمقيمين في سيئول للتعرف على الثقافة العمانية والحضارة العمانية وهذا ما لمسناه من عدد الزوار وعن الاستفسارات الدقيقة حول تاريخ عمان وكيفية التعرف أكثر والاطلاع أكثر على الثقافة والأدب العماني وحضيت مشاركة سلطنة عمان في معرض سيئول الدولي للكتاب هذا العام بمساحة كافية أثرت فضول الزائرين الكوريين الذين أعربوا عن رغبتهم في التعرف على ثقافة سلطنة عمان وحضارتها العريقة سابقا لا أعرف كثيرا عن سلطنة عمان ولكنني الآن أستطيع القول أني اكتسبت معلومات قيمة بعد زيارتي لركنكم الثري بالمعلومات وبالمناسبة أنا حرست على المجيء إلى هذا الجناح يوميا لأطلع أكثر عن ثقافتكم الفريدة وتفتح مشاركة سلطنة عمان في مختلف المحافل الثقافية الدولية بابا واسعا للإطلاع على مخزون عمان الثقافي والحضاري والتعريف بما تكتنزه من مقومات مكنتها بأن تكون في مصاف الدول ومع اختتام مشاركة سلطنة عمان في معرض سيئول الدولي للكتاب في نسخته السادسة والستين عبر الكوريون عن ارتياحهم لما رأوه في ركن سلطنة عمان من كتب ومخطوطات نفيسة وغيرها من الموجودات محمد بن عمير الهنائي موفى التلفزيون سلطنة عمان إلى العاصمة الكورية سول